نحو 75 دعوة وجهتها مفوضية الانتخابات إلى السفارات والقنصليات حول العالم بعد التعاون مع وزارة الخارجية لاستقطاب الفرق الدولية يتي هذا بعد أن شكلت لجنة مختصة يترأسها رئيس الإدارة الانتخابية تختص بإرسال الدعوات واستقبال الاستجابة والتلبية لها مفوضية الانتخابات يكدت أن الاستجابة كانت سريعة وأبدى العديد من السفراء الذين التقوا رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات أبدوا رغبتهم بالمشاركة في مراقبة الاستحقاق الانتخابي القادم وكشفت المفوضية للعراقية الإخبارية عن نحو 5000 مراقب من منظمات المجتمع المدني وأكثر من 7000 من وكلاء الأحزاب السياسية راقبوا عملية تحديث سجل الناخبين وتقسم مفوضية الانتخابات عملية المشاركة في مراقبة الانتخابات إلى مراقبين دوليين وأعلام دولي ومنظمات مجتمع مدني ووكلاء الأحزاب السياسية فضلا عن الأعلام المحلي أحد أعضاء لجنة تسجيل واحتماد فرق المراقبة الدولية في مفوضية الانتخابات رأى أن الجديد في الانتخابات القادمة هو دعوة الفرق الدولية ليس لمراقبة يوم الاقتراع فقط أنما تعدت هذه المرة للإشتراك حتى في عملية تحديث سجلات الناخبين وبحسب مفوضية الانتخابات يأتي هذا التوجه في جذب واستقطاب الفرق الدولية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها بحسب وجهة نظرهم سيف مهدي العراقي الإخبارية